السكة الحديد حضرت على جمهور المسافرين النزول أو الصعود من القطارات أثناء تحركها وحددت غرامة قدرها 50 جنيه بتحصل من المخالف بشكل فوري من قبل أفراد الشرطة الموجودة في كل محطة على أن يتم تحرير محضر ضد أي راكب ممتنع عن دفع الغرامة وإحالته للنيابة هيئة السكة الحديد أصدرت تعليمات جديدة لضمان التشغيل الآمن والمنظم للقطارات طبقاً لمعايير السلامة ولائحة سلامة التشغيل شملت متابعة مستمرة لأعمال الملفات الأرضية مع متابعة أجهزة التحكم الآلي في جرارات القطارات وتلافي الملاحظات وتأكد من انتظام كافة أجهزة التحكم الآلي بالقطارات وعدم فصلها أثناء رحلات القطارات